وعينت رابطة المحترفة ملعب عشرين اوت لإجراء مواجهة اتحاد الحراش بضيف مولودية وهران ضمن الجولة السادسة وذلك بسبب عدم تأهيل ملعب أول نوفمبر بالمحمدية بعد معينته أمس الأربع من طرف لجنة تأهيل الملعب والتي لم تعطي الضوء الأخضر بعد بشأن الملعب وبذلك سيحتضن ملعب عشرين اوت ثلاث مباراة خلال هذه الجولة أولها بين نصر حسين داي نادي باردو الثاني غدا الجمعة بين شباب بالوزداد وشبيبة الصورة ولقاء اتحاد الحراش ومولودية وهران